أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان أهل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن التاريخ الوطني يزخر بالمحطات التي يحق للجميع الفخر بما تحقق بها من منجازات والاعتزاز برجال البحرين الذين بسواعدهم اعتلت صروح النهضة والتطور حتى وصلت لما هي عليه اليوم من علو وشموخ في عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر ليضبية صباح اليوم عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين في المملكة وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين حققت الكثير من المنجزات في طريق النهضة والتطور وأن الحكومة تعمل على تحقيق تطلعات المواطنين ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية التي تعزز من مكانة المملكة ومكتسبات شعبها في الحضر وتمهد الطريق أمام مستقبل أكثر إشراقا للأجهال القادمة وقال سموه أن مسيرة مملكة البحرين تزخر بتاريخ ممتد في عمق الحضارة الإنسانية وماض حافل بالعطاء وغزير بالمآثر التي خلدها رجالات البحرين بما قدموه من إسهام متميز في مسيرتها الحضارية ودعا سموه إلى إلاء تاريخ البحرين ورجالاتها مزيدا من الاهتمام وتشجيع الجهود التي تعمل على تدوينه وتوثيقه وحفظه ليبقى شاهدا على عراقة وتحضر شعب البحرين على مر العصور واستذكر سموه بكل تقدير واعتزاز الأدوار التاريخية للعوائل البحرينية والخليجية العريقة في الحفاظ على ما يجمع بين الشعوب الخليجية من روابط وأواصر الأخوة والمحبة ترجمة نانسي قنقر